تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بروميدز وذلك بمناسبة العيد الوطني الثالث وثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو وقال الرئيس الكوبي في البرقية بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية سعدنيان أتقدم إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بالرخاء للشعب اليمني وتقبلوا أسماء آيات التقدير والإحترام